سبع الخير مرة تانية وبنبدأ معاكو كالعيدة بفكرة الصحافة وقراءة الأهم عنوين للأخبار في الصحف اليومية معينا النهاردة أستاذ شريف سمير رئيس قسم الشؤون العربية بالأهرام الدولي سبع الخير سبع الخير سبع الخير هنبدأ نقرأ أهم الأخبار الموجودة النهاردة في الصحف ويعني يا حضرائك هتعلق لنا على يعني بتحب تقولوا عليه الأهرام الصفحة الأولى المشير تنطوي خلال زيارته مصابي أحداث مجلس الوزراء الجيش سيظل على عهده بحماية الوطن وإنجازات شعبه الأخبار الصفحة الأولى محاولات الهدنة فشلت والأصهر يطالب بحقن الدماء المصري اليوم الصفحة الأولى منصور حسن للمصري اليوم الطرف الثالث موجود بين الجماهير ويثير الفتن بين الجيش والشعب انهيار الاستشاري بداية لانهيار جميع المؤسسات الدستورية شروق الصفحة الأولى العسكري يسحب جنوده ويدفع بالأمن المركزي والأهرام رئيس اللجنة العليا لانتخابات في مؤتمر صحفي 67% نسبة التصويت للفردي في الجولة الأولى و 68.5% للقوائم والأعادة على 59 مقعد في المحافظات التسعة وفوز السادات في المنوفية الشروق الصفحة الأولى النحاس 20 ألف قيادة بالدولة يطبق عليها الأقصى للأجور المصري اليوم الصفحة الأولى موظفه مجلس الشعب يستقبلون النواب وممثلكوا سياسية بالشتائم الأخبار الصفحة الأولى مبنى المجمع العلمي على وشك الانهيار وأستاذ علوم بحار يقود مجموعة شباب لانقاذ ما تبقى من المخطوطات دي أهم الأخبار موجودة النهاردة في الصحف ونبتدي محددك بالأهرام والمشير تنطوي وتصريحاته طبعا بسم الله الرحمن الرحيم هو تصريحات المشير هي بتندرك تحت التصريحات الدبلوماسية طبعا لأن الجيش بيحاول بقدر الإمكان يحافظ على شعر بينه وبين رجل الشارع فشيء طبيعي جدا أنه يلجل لتصادي ويقول الجيش سيظل على عهده بحماية الوطن وإنجازات شعبه بس الواقع الفعل بيقول حاجة تانية خالص أن في فجوة أصبحت ما بين رجل الشارع والجيش خصوصا على ضوء الأحداث الأخيرة فده يتطلب من المجلس العسكري مزيد من الحزم ومزيد من المرونة في الاستجابة لمطالب الشارع إذا كانت مطالب ممكنة لكن طبعا الأحداث نفسها أنا بشكل شخصي جدا أنا ضدها لأن ده بتعطل مسارة الدولة واللي حصل على مجلس الوزراء ده مش ممكن يكون له فايدة غير أن الدولة هتبقى في تراجع مستمر فده تعليق على الموضوع فلي بيقوله المشارة تانطوي ده شيء طبيعي جدا يعني كويسا حريك بتقول أن هي على تصريحات ديبلوماسية البعض بيشوفها تصريحات مستفزة لا يا ده صريحات مستفزة بالنسبة لناس بيتعاملوا مع الجيش على أنه عدو أو خصم دلوقتي بيبصولوا على أنه أصبح جزء من النظام السابق فبالتالي الموضوع ده برضو لازم نبقى يعني يتعامل معه بحرفية زيادة أو بعقلينية إذا كان الجيش طبعا الجيش طبعا طول عمره من الجزء من النظام السابق لكن هو دلوقتي بقى موجود وبقى حامل شعب أو حامل دولة في الوقت الحالي اللي استضام به لن يقدم ولا يؤخر اللي استضام به على فكرة بيؤدي إلى أن المسيلة بتتعطر زيادة ده طبعا لو رجعنا أن أحداث اللي حصلت أمام مجلس الوزراء يعني المتسبب فيها هو المعتصمين يعني لو أكدنا ده نقدر نقول لحراتك بتقوله إنه ما لو أكدناش نأكده ما ينفعش دور الجيش مش التصدي في الآخر لا مش هو فيه لغز في الموضوع كله بس أنا بتشايف تصوري الشخصي أن الاعتصام قدام مجلس الوزراء ده مش هو الحل يعني الاعتصام ده من فترة طويلة جدا أن اكتمنى رئيس الوزراء من دخول المجلس لمجرد أن هو تم اختياره أنا أحاسب رئيس الوزراء بشكل فعلي لما أشوف نتائجه لما أشوف إنجازاته حتى لو كان خصوصا أن الجيش أعلم بشكل واضح وصريح أنه سيسلم السلطة في يونيوم فإحنا خلاص عرفنا أنه فيه قرارات تتخذ وفيه انتخابات بتجرى دلوقتي حتى إحنا ممكن نربطها بانتخابات مجلس الشعب واللي بيحصل دلوقتي وبرضو ممكن نربطها بانتخابات مجلس الشعب فيه ناس موظفين في مجلس الشعب وهو الخبر المنشور أنه بيستقبلوا ممثل القوى السياسية بشتائم طب إحنا لحد إمتى حنقدر ده في هذه الدائرة لا أحيانا مش معتصمين على فكرة موظفين موظفين أنا باتكلم على منظومة على ثقافة أن أنت بقيت بتصدر العنف في كل حاجة إذا كانت انتخابات جاية بإرادة الشعب دلوقتي وحنفترض أن الشعب ما بيعرفش يختار أو الشعب لسه ما عندوش ثقافة الاختيارة أو الديمقراطية إحنا بنتعلم إحنا مش ممكن قمنا بصورة حنتطاق ده حيقتدي مننا أن نحن نحصل على نتائج في الوقت سريع لسه الموضوع لسه فيه خطوات وفيه إجراءات كتيرة جدا وفيه مناخ لازم يتخلق علشان نقدر نوصل لنتائج واسمار يعني يازم نقول برضو أن الانقسام اللي حصل حصل من أيام الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالتالي رد الفعل موجود في الشارع المصري للبعض متوقع طيب لو حضرك رجعتنا بالذاكرة فكرة التعديلات الدستورية فيه 14 مليون وفقوا على التعديلات قالوا نعم و4 مليون قالوا لأ فال4 مليون طلعوا في مزاهرة في التحرير يرفضوا يقولوا لأ لا للتعديلات الدستورية الله طيب هو الشعب الرافض كان على الاعلان الدستوري لو حضرتك تتذكر مش مين قاله ومين قال لا ابتدى من هنا الانقسام فيه بعدها الناس طلعت في مزاهرة ومليونية تانية بيقولوا إحنا لأ مش عايزين للتعديلات الدستورية رغم إن الشعب هو اللي قال كده احنا مش بنقيس على فكرة الشعب أخطأ ولا نخطأش احنا بنقيس لحد إمتى نغمة الاعتراض هيبقى صوتها عالي احنا ممكن أعترض لكن لازم يألاقي أعترض إمتى في وقت مناسب أدي فرصة للآخرين يشتغلوا والله إنتو لو ما أثبتوش حسن الظن والكفاءة يبقى خلاص هنا يبدأ التغيير لكن لو أنا فضلت أغير أغير حكومة عصام شرف مين اللي جابها احنا وبعد كده اعترضنا على أسلوبه وبعد كده مشناه وبعد كده جبنا عقومة الجنزول عقومة الجنزول حصل إملاء علينا ماشي أنا مقتنع إن المجلس العسكري بيحاول يعمل مواقمات لكن هو في الأول في الآخر غير منزع عن الخطأ مازل بدازم يخطأ لكن إحنا لو فضلنا مسكين العصاية مش هنقدر نوصل لأي نتيجة أعتقد لو في حوار صادق بين المجلس العسكري والشعب وممكن الأزمة زي تتحل بشكل أفضل الأخبار عندنا الصفحة الأولى محاولات الهدنة فشلت والأزهر يطالب بحقن الدماء الأزهر ورجال الأزهر يعني الواضح أن هما متواجدين في الميدان بشكل ظاهر جدا هو يمكن كمان وفاة حد من الإسلاميين زي الشيخ عمد عفد كان له تأثير طبعا وده دور على فكرة مش رجال الأزهر ده دور أي حد غيور على الوطن في الفترة المقبلة أنا ضد توجيه الرصاص نحو صدر أي شاب أو أي مواطن مصري لكن واضح أن إحنا أحداث مجلس الوزرة دي لغس عايزين نعرف إيه الأيد الخفية اللي موجود فيها مش ممكن يكون وده التصريح اللي جاي على الإلسان قيمة كبيرة جدا زي الأستاذ منصور حسن لما يقولك الطرف الثالث موجود بين الجماهير ويثير الفتن بين الجيش والشعب طب هو راجل هو له خبرته بيثير الفتن بين الجيش والشعب معناها أي؟ معناها أنه هو عارف أن الجيش بيقوم بدوره وعارف أن الشعب ممكن يكون مظلوم وفيه أيدي خفية موجودة وإن إحنا مش مفترضين أصلي أصول أحناك على حاجة فكرة أن يبقى فيه ناس بتقطح المجلس الشراء بالشكل ده مش ممكن يكون أداء صوار الصوار مش كده إحنا مش كده اللي قاموا بصورة 25 يناير النبيلة والمحترمة مش كده أكيد فيه ناس بيحاولوا يصطادوا في الماء العاكرة علشان يفسدوا الصورة طب يعني لو حاليتك كمان يعني ضميت لنا الخبر التالت على الطرف التالت اللي موجود بين الشعب ليه طرف التالت ده على طول غير معلوم ليه الطرف التالت ده على طول يعني البعض بيتخير للمختلق هو فين؟ يعني لو فيه الطرف التالت ليه المجلس العسكري ما يقولش من تدخل كان غير الثور المجلس العسكري عنده مشكلة أساسية إنه هو مجلس عسكري مش مجلس سياسي كيفية إدارته للشؤون البلاد ما هيش بالكفاءة اللي احنا متصورينها ده جاي علشان يبقى حكومة إنقاء يعني هو بيحاول بقدر الإمكان إنه هو يوفر الأمن أو يوفر الحصانة للبلد لكن هو عشان نحكم عليه سياسيا؟ لا احنا كده بنقزم الموضوع احنا لازم يتعمل مجلس العسكري لإنه مجرد إجراء مؤقت لحفاظ على الأمن الدولة أو علشان ما يبقاش فيه أي تجاوزات لكن هو إدارته للشؤون البلاد طبعا فيها أوجه قصور لإنه مجلس غير سياسي فبالتالي مش ممكن يعرف الأمن يعني هو المشكلة في الدخلية المشكلة في رجال الشرطة والأمن المشكلة لسه الشعر أو الثقة المفقودة ما بين رجل الشارع ورجل الشرطة أو ظابط الأمن يعني نادر نقول إن دخلية معملتش بدورها في نهاية تصهر الخرف التالت حتاخد وقتها طبعا طبعا أنا تصوري أو قراءتي للمشهد إن دول مجموعة من المرتزقة أو مجموعة من البلطاجية المأجورين من المنتفعين من الفوضى دي كلها في ناس منتفعة من إن سواء كانت أنا لا أستبعت خالص إن بعض الفاسدين الموجودين في سجن لومانتورة ممكن يكونوا بيديروا الموضوع ده من جوه وإحنا دي شبكة جهنمية على مدار ثلاثين سنة لأنا استبعت خالص إن هم هم اللي ورها الموضوع ده فالطرف الخافي أنا شخصيا قرأتي شخصيا إن هو أنا معروف بالنسبة لي إن دول مجموعة من البلطاجية لا يمطل الصور بصراح أو مجموعة بتقفز على الصورة بتحاول إنها تشعل النار هل يعقل يا فندم أن الصوار يحرقوا المجمع العلمي المجمع العلمي اللي بيحوي مخطوطات عشان كده لازم نقول إن المعتصمين يعني بشكل أو بآخر لم يتسببوا في المجمع العلمي حتى وإن كانت الظروف اللي حصل فيها ده بس ما احترامي لحضرتك أنا بخلق الظروف اللي تخلي المرتزقة أو البلطاجية أو اللي بيشيعوا الفوضى ويخترقوني زي بالزبط أنا معطرد على فكرة الاعتصام قدام مجلس الوزراء من الأساس لأن ده بيديك أنت بتوفر الطربة الخصبة لنمو هذه التفايلات اللي هي مين اللي هم اللي بيحاولوا ينشروا الفوضى وبيحاولوا إنه هم يشعلوا نر الفتنة ما بين الجيش والشعب الاعتصام ده وتلوت فض بمنتهى الهدوء وأصبح هناك إحنا خلاص في مجل الشعب مقبل يعني فيه ناس ممثلين لنا جوه يعني أي مطالب شعبية أو مطالب سياسية هم حيمثلونا وهما حيبقوا حلقة الوصلة بيننا وبين السلطة خلاص الدولة كده تمشي في المجرى الطبيعي لكن كل شوية اعتصام وكل شوية إضرابات ما انت كده بتدي فرصة إن البلطاجية دول أنا حديكت قداري تضمني الرصاص ده جاي من إيه؟ الحال باقي حمش هانفين الرصاص ده جاي من إيه؟ الرصاص ده جاي من فوق على أسطح المجلس ولا جاي من فعلا من زباط كده والذبط اللي لابس جيش ده هل هو فعلا لابس جيش ولا هو فعلا هو متنكر؟ لا لا يعني أحد المواطنين العاديين أو البلطاجية زي ما حديك بتقول لبس لبس الجيش وظهر ما بيننا دي تبقى كارثة قومية ما هو البلطاجي ده إنسان بجح إنسان بجح بجد البلطاجي ده يا جماعة بمنطقة البساطة بيشتغل بالفلوس بالمقابل فممكن يلجب ده بدليل موقعات الجمل هل وسط الملايين دي كلها أثناء صورة 25 ناية يخشوا بالجمال لمجرد بس إن هم كارثة قومية ده بلطاجي يعني بياخد مقابل مادي في نظير إنه هو يوجه عنفه لمن يدفع له أكتر فما تتوقع منه أي حاجة وأنا لأه ده فعلا المجلس العسكري لإن المجلس العسكري مطالب في الفترة المقبلة إنه هو يبقى أكثر حزما وإنه هو لو يستجيب لمطالب الشارع يستجيب بسرعة مش ببطء بدليل إن الطباط وبتاعه هو اللي أدى للتطورات دي لكن في نفس الوقت أنا ماديش الفرصة للآخرين إنه هما يخترقوا أمني وبعد كده أرجع أشتكي هيو ده وجهة نظري إحنا دلوقتي بصدد بناء دولة حنبنيها إزاي والإعتصامات مستمرة والإعتصامات دي بتنعاكس سلبا على الاقتصاد وبتنعاكس على عجلة الإنتاج لازم نكون وقعيين إحنا خلاص أشأ أزلنا نظام في احتياج شديد جدا إن إحنا نقيم نظام آخر إقامته بالخطوات الإيجابية اللي إحنا عملنا انتخابات مجلس الشعب يعقبها انتخابات رئاسية يعقبها بعد كده وضع دستور أو وضع دستور قبل حتى الانتخابات الرئاسية المفروض يعني كمان لو تعطل بعد الانتخابات الرئاسية يعني مش عارفة بصراحة رد الفعل الناس هيبقى عامل إزاي؟ رد الفعل حتبقى صورة تانية وحيبقى فيها بس مش ممكن يعني ده حيبقى نوع من الغباء السياسي للقائمين على الحكم مش ممكن واحد بخبرة كمال الجنزوري وهو دلوقتي عنده فرصة ذهبية إنه يثبت إنه هو مش من فلول النظام السابق إنه هو كان مناقض للنظام السابق هو عنده فرصة دلوقتي وعاوز ياخد خطوات إيجابية أنا أدينه الفرصة ما حكموش على إنه كان في حكمه في عهد مبارك أنا حكمه إمتى لما أنت تثبت لي فعلا إنه أنت ما كنتش عند حصن الظان إنه أنت كنت بتقول كلام أو أنت فعلا من بقايا لعهد البيت هو ده لكن إن أنا أتعامل معاه لأنك لأ أنت جيت من خلال عهد مبارك أنت مع الأسف الشديد مش ممكن تكون معبر عن الثورة وعن أهدفها في حين إنه أنا لو رجعنا لتاريخ واحد زي كمال الجنزوري هو أقيل في عهد مبارك أو الرئيس وزربي يتم إعفاؤه لأنه هو كان واخد اتجاه معين مناقض للسياسة الدولة حتى لو كانت المشروعات العاملة زي مشروعات التوشكة وشرق العينات وكده كانت معاشرات مؤجلة لكن إحنا ما نعرفش اللي في الكواليس إحنا كنا عايشين في تلاتين سنة من فساد وشبكة علاقات غير مشروعة ما بين المال والسياسة فلابد أن يكون فيها خفاية ما نعرفهاش فلابد أن يهدأ الشارع يهدأ الشارع بأن الأمن يعود تاني سوى من خلال الداخلية أو المجلس العسكري الاعتصام أمام مجلس الوزر أنا شايف أن لابد أن ينتهي لمصلحة الشعب لمصلحة الشاب أو أي واحد بيتعرض لجرح أو يتعرض للقتل يعني نقول الاعتصام ما بيننا مؤيد ومعارض فما نقدرش نقول أنه في موقف واحد ممكن نتخذه أنا بقول لوجه مصلحة الوطن يعني هو ده اللي يهم في الآخر بس محدش يرضيه اللي بيحصل ده دلوقتي لأنه أنت بتدي فرصة للعناصر الضالة العناصر اللي عايزة ما يبقاش فيه استقرار في مصر أو المنتفعة بمعنى بلدي كده الأبضى هي اللي تسود في الشارع